أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر بخير وتقف على أرض صلبة وستعبر جميع الصعاب التي يواجهها العالم حاليا بتكاتف المصريين وشدد الرئيس السيسي في كلمته خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية أن الدول تعبر أزماتها بالأمن والاستقرار وجهود الحفاظ على الوطن مشيرا إلى أن الدولة لا تواجه تحديات كبيرة كبلاد أخرى مش هتيل عليكم لكن خليني الأول لأنا أوجه كل التحية وكل الاحترام للأسر اللي موجودة معنا النهاردة لحضور حفل تخرج أبنائهم من الكليات المختلفة مرحب بيكم أهلا وسهلا وألف مبروك وأيضا أوجه التحية والتهنئة لأبنائنا الخريجين من الضباط وأتمنى لهم كل التوفيق أتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم يعني لسه أول خطوة النهاردة في حياة الضابط المتخرج وده الحقيقة بيمثل خطوة مهمة أوي وخطوة رائعة وعظيمة في حياتك حياة كل اللي اتخرجوا إن شاء الله سواء كانوا من الكليات العسكرية أو حتى من الكليات المدنية وخلينا أقول لكم وكلام دلينا كلنا في الدنيا اللي احنا موجودين فيها الأمور دايماً بتبقى متغيرة ولكن إرادة الإنسان وقبل منها بدعم من ربنا سبحانه وتعالى وبما شئته كل الأمور حتى الصعبة منها بيتم التغلب عليها لو كنت شفته من سنتين في حفلة ممثل زي كده كنا كلنا وقفين تقريباً ولبسين يعني عشان الكورونا واللي كان موجود فيها وكانت ناس كلها متصورة ساعتها أن الموضوع يعني أخر الدنيا لا مش أخر الدنيا ولا حاجة وانتهت بفضل الله سبحانه وتعالى وعبرت زي ما كتير من الأزمات بتعبر وحتى الأزمة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي طب خلينا أقول لكم على حاجة تانية أفكركم من سنين مش مئدة قوي 2013 و14 وبعد كده وكان الإرهاب يضرب في بلدنا هنا ويمكن كنتوا كلكم بتشوفوا يعني شهدائنا ومصابينا وكنت بتقولوا يا ترى الدنيا دي هتفضل كده ولا لا قلت أنا متأكد إن بفضل الله سبحانه وتعالى ده هتعبر زي ما كتير من الأزمات بتعبر واللي يقرى التاريخ هيشوف كده كتير وده اللي أنا يهمني أن أرغبه لكم دلوقتي لنا كل المصريين ومش لكل المصريين بس للدنيا كلها الدنيا ما بتفضلش على حالها ودائما ربنا سبحانه وتعالى إيده الطيبة موجودة معنا كلنا مع الدنيا كلها وإلا ما كانتش أبدا استمرت أنا عايز أقول إن المرحلة دي اللي احنا موجودين فيها وكانت صعبة علينا كلنا ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله هنعبرها بخير وسلام وأتصور إحنا كلنا متابعين كل المصاعب اللي موجودة مش عندنا بلدنا بس في الدنيا كلها لكن زي ما قلت كده الأزمة بتاعت كورونا اللي استمرت سنتين تقريبا عبرت بسلام بأثارها يعني لكن عبرت بفضل الله سبحانه وتعالى والنهاردة احنا موجودين بنقول خلاص يعني احنا نقدر نقول إن الموضوع ده يعني أثاره بقت يمكن التعايش معه برضو الأزمة اللي احنا موجودين فيها ديات حتى لو كانت لها أثار صعبة علينا دلوقتي لكن أزمة وحتنتهي بفضل الله سبحانه وتعالى اللي يبقى يبقى تبقى الأوطان اللي يبقى تبقى الأوطان تبقى البلاد يبقى الاستقرار يبقى الأمان يبقى السلام لأن بالمناسبة ما فيش بلد حتى تقدم في الدنيا وتعبر مشاكلها إلا بالأمن والاستقرار وأتصور نحنا وانا مش عايز مش حاول مش هكرر ده كتير لكن أنا اتكلمت في المسألة دي كثيرا قبل كده وقلت لكم إن إن إحنا المشاهد اللي بنشوفها حولين مننا بتؤكل حاجة واحدة بس إن الجهد اللي بيتبذل مش بس من رجال الجيش والشرطة من كل مواطن نصري للحفاظ على الدولة دي الجهد ده جهد مشكور جدا جدا وهو اللي بيخلي المية واربعة واكتر اللي موجودين على أرض مصر عايشين وفيه أمل في بكرة كل المصاعب اللي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى هنعبرها وإحنا في خير وبخير وأقدر أقول إن إحنا يعني وقفين برضو على أرض صلبة ما عندناش تحديات كبيرة قوي زي بلاد أخرى ليه؟ عشان بس الأمن والاستقرار اللي موجود في مصر نقدر من خلاله نعمل أي حاجة مش حانس أقول للزباط الجدد المتخرجين وأنا قلت الكلمة دي ممكن في من يومين لوزارة الداخلية أثناء أو في كل الأكاديمية الشرطة لما أقول لهم خلي بالكم أنتم دوركم كبير قوي قوي ولو شفتوا التضحيات اللي اتقدمت خلال مش بس السبعة تامن سنين اللي فاتم احنا كنا نهاردة بنحتفل أو بنقول أسماء قادع عزاء وكانوا موجودين وفيه شهداء لينا ومصابين كانوا في أكتوبر احنا بنحتفل بكل سنة بالذكرى والانتصار ده اللي أنا عايز أقوله برضو حتى في حربنا ضد الرهاب كان فيه شهداء ومصابين دايما حارسين احنا نذكرهم ونأكد ان احنا مش بس الدولة مش أنا مش مش الحكومة لا كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي كل إنسان مصري يفتكر كويس قوي ان فيه أسرة قدمت ابنها الابن ده بقى شهيد بعد ما ربته شاب جميل وقد الدنيا كده وبعدين قدمته لبلدنا هنا وقدم روحه لها عشان احنا نعيش بالشكل اللي احنا فيه هنقول كده للزباط الجدد لان ده دور هو ده دور الجيش دور الجيش انه هو يحمي ويصوم ويضحي عشان تبقى البلد دايما سابتة مستقرة آمنة سالمة ان شاء الله مش عايز اغطيل عليكم ربنا يوفقكم وبقول للأهالي وبقول لكم افرحوا ألف مبرو ربنا يوفقكم وبدأت المسئولية عليكم تزيد ان شاء الله انتوا قدها بالتعليم اللي انتوا تعلمتوه بالتأهيل اللي انتوا تأهلتوه ان شاء الله سيبقى خطوة للأمام ربنا يا رب يوفقكم فيها ويعفظكم ويعفظ مصر في أمن وسلام ان شاء الله ألف مبرو ألف مبرو شكرا 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 شكرا